السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء اليوم رح أشرح درس التغير المناخي في مادة الجغرافية للصف السابع الأول إشي بنا نعرف شو المقصود بالتغير المناخي للتغير المناخي طبعا هو الاختلال والتغيرات في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة وأنماط الرياح والتساقط والذي يميز كل منطقة على أخرى إذن هو الاختلال والتغيرات في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة درجات الحرارة بتختلف أنماط الرياح والتساقط ميز كل منطقة طبعا هاي التغيرات المناخية بتأثر بشكل كبير على الأنظمة الحيوية الطبيعية في العالم وبأكد العلماء أن الأرض شهد التغير في مناخة في السنوات الأخيرة وخاصة في الفترة من بين عام 2000 لعام 2015 وأنه سجلت فيه أعلى درجات الحرارة فمعدل درجات الحرارة للأرض شهد ارتفاع كبير بحوالي 85% من الدرجة المئوية في آخر مئة عام اللاحظة هون الشكل ببيننا أنه عندنا ارتفاع بدرجات الحرارة اللون الأحمر فيه عندنا ارتفاع بدرجات الحرارة مع 1975-1985 سنة عن سنة بسجل ارتفاع يعني عام 2015 زي ما حكينا سجلت درجات الحرارة ارتفاع كبير في الكرة الأرضية طيب أهلا فيه أسباب للتغير المناخي أسباب التغير المناخي هناك عدة أسباب هناك عدة أسباب للتغير المناخي أهمها النشاط الصناعي مثل عملية استخراج وإحراق أطنان من الوقود الإحفوري لتوليد الطاقة هاي واحد اتنين إطلاق الغازات الغازات مثل الغازات اللي هي داخل غلاف الجوي حول الأرض مثل غازات الدفيئة اللي رح نتعرف عليها غازات الدفيئة اللي هي مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز أول أكسيد الكربون وغاز الميثان المنبعث من مزارع الأرض ومكبات النفايات السبب الثالث اللي هو إزالة الغابات إزالة الغابات طبعا اللي هي الأشجار الحرجية اللي هي بتعمل على تلطيف الجو وإعطاءنا الأكسيدجين وأخذ ثاني أكسيد الكربون خلال عملية البناء الضوئي لما إحنا بنقوم بإزالة الغابات هيك بنعطي يعني مضاعفات أكتر بالنسبة للغازات بالنسبة للغازات الدفيئة اللي هي الغازات المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع نسبة تركيز هذه الغازات بتأدي إلى رفع درجة حرارة الأرض زي ما حكينا بمقدار 85 درجة مئوية إذا الغازات دفيئة المسؤولة عن الاحتباس الحراري هنا عندنا الرسمة بتبينينا كيفية حدود ظاهرة الاحتباس الحراري الشاعة الشمس لما بتسقط على الكرة الأرضية على السطح الخرج للكرة الأرضية عندنا الطبقات اللي بتكون محاطة بالغلاف الجوي في عندنا طبقة بيكون فيها الغازات زي غاز ثاني أكسيد الكربون غاز الميثان هاي الغازات اللي هي بنسميها غازات دفيئة اللي هي بتكون بالغلاف الجوي بتنحصر بهاي الطبقة وبتأدي إلى تسخين درجة حرارة الأرض إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض مما يؤدي إلى حدوث تغير مناخي إذاً تغير في درجات الحرارة نتائج تغير المناخي هنا في عندنا عدة نتائج التغير المناخي أول إشي التغير في أنماط سقوط الأمطار والثلوج يؤدي إلى تناقص المياه الشرب وزياد التصحر وهذا الإشي بيقل أو بيأثر على زراعة المحلية وبيقل المخزون الغذائي لأنه في عندنا اضطراب بأنماط سقوط الأمطار بكمية الأمطار اتنين انتشار الحرائق الطبيعية بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وهذا الإشي بيأثر على الطبيعة وعلى المناطق الطبيعية للحيوانات والنباتات البرية تلاتة ذوبان الكتل الجليدية الضخمة نتج ارتفاع درجات الحرارة بتذوب الكتل الجليدية هاي الكتل الجليدية بتذوب طبعا بتأدي إلى ارتفاع منسوب أو ارتفاع مستوى البحار بهذه التجمعات السكنية الساحلية زي ما هم بيين لنا بالشكل هذا الكتل الجليدية بالدوب الكتل الجليدية بتسير ثلوج درجة حرارة الأرض بتعمل على تسخينها وذوبانها بتزيد من كمية المياه بتزيد من منسوب البحار ومستوى البحار وطبعا بتغمر المناطق الساحلية بتغمر المناطق الساحلية بتأدي إلى فيضان المناطق الساحلية هلا الأردن الأردن بتأثر بالتغير المناخي لأنه بيقع ضمن إقليم البحر المتوسط لأنه بيعتمد على مياه الأمطار كمصدر رئيسي للمياه وإحنا بالسنوات الأخيرة لاحظنا في تناقص بكميات الأمطار الساقطة على مختلف مناطق المملكة وهذا الإشي طبعا أدى إلى جفاف عدد من الجداول ومجاري الأودية والخفاض مستوى المياه الجوفية إلى مستويات حرجة لأنه المياه الأمطار قلت فإحنا بدنا نشوف طرق بديلة للاستهلاك المياه فنلجأ للمياه الجوفية الآن الجهود الدولية في العالم بتحاول أنه الحد من انبعاث الغازات المساهمة في حدوث مشكلة الاحتباس الحراري وأبرز هاي الدول المنتج للغازات الصين، الهند، الولايات المتحدة وروسيا فحقدوا عدة مؤتمرات من أجل الحد من هاي الغازات ومن أجل تخلص من مشكلة التغير المناخي هذا المؤتمر مؤتمر باريس في 12 كانون الأول عام 2015 طبعا الأردن شاركت جلالة الملك شارك في هذا المؤتمر وطبعا إنه كلمة جلالة الملك في هذا المؤتمر إنه كوكبنا بأسر مهدد بسبب التغير المناخي ولازم إحنا نضاعف جهودنا كأفراد للتخلص من هذه المشكلة والوصول إلى حل يناسب الجميع فجلالة الملك عبد الله الثاني قال في مؤتمر باريس إنه كوكبنا بأسر مهدد بسبب تغير المناخي يجب علينا العمل بشكل جماعي وضمن رؤية ومسؤولية وعزيمة طبعا عندنا 195 دولة شاركت في هذا المؤتمر طبعا عندنا عناصر لهذا المؤتمر اتفاقية اتفاقية المؤتمر المناخي في إلها عدة عناصر أول إشي إنه حصل ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية وبقاءها دون درجتين مئويتين بحلول سنة عام 2100 يعني نحاول قدر الإمكان إنه نقلل درجات الحرارة من خلال تقليل النشاط البشري للإنسان للحد من معدل انبعاث الغازات المسبب لضرط الاحتباس الحراري وتقوم الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة ودعمها مليا للمساهمة في تقليل الاحتباس الحراري والتغير المناخي من أجل زي ما حكينا التقليل من التغير المناخي والتحول لإنتاج طاقة المصادر متجددة يعني هاي العناصر اللي لازم إحنا نقوم بتطبيقها من أجل تقليل من ظهرة التغير المناخي والمحافظة على درجات الحرارة نعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر